هل هذه الأسلحة الغربية هي مفيدة لأوكرانيا في هذه المرحلة تحديدا؟ تعرف محمد بأن الفيصل الحقيقي لتقييم قدرات الأسلحة هي الحرب كما أن الحرب الأوكرانية أثبتت أيضا أن الحروب تختلف وما أثبت نجاعته في أفغانستان أو العراق قد يفشل في أوكرانيا الميدان هو الفيصل يا عبدالجلي الميدان هو الفيصل محمد وبإسقاط هذا المبدأ على الخريطة بالعودة إلى أفديفكا مثلا أفديفكا التي شهدت أكبر المعارك في شرق أوكرانيا في الأشهر القليلة الماضية قامت أوكرانيا في هذه النقطة تحديدا بإقحام الدبابات الأمريكية أبرامس الدبابات الأمريكية التي طالبت بها لوقت طويل جدا حصلت على 31 دبابة والآن فقدت 10 دبابات بالرغم من حداثة مشاركتها في الأعمال القتالية والسبب بالرغم من أن الدبابة لديها قدرة مناورة عالية وأيضا دقة في الرماية كبيرة لكنها ليست مجهزة لحرب مماثلة دبابة أبرامس أو الدبابة الرئيسية في الجيش الأمريكي هي دبابة شاركت في جميع الحروب تحت مرافقة جوية وسيادة جوية كاملة أما الآن فهذا ما تفتقر إليه أوكرانيا والدبابة تتعرض للضربات من المسيرات والدبابات لم تجهز لتكون محمية من المسيرات دبابة أبرامس التي نشاهدها أمامنا نلاحظ حتى أن طلقات النارية العادية تركت أثارا على برج الدبابة لغياب دروع واقية أوكرانيا تسلمتها بدون دروع واقية الآن نشاهد مثلا هذه الدبابة التي دمرتها روسيا وقامت بجلبها إلى موسكو وعرضت في الساحات الروسية للدلالة على أن الدبابة الأمريكية أبرامس لا تصلح لمواجهة جيوش نظامية قوية مثل الجيش الروسي كذلك أوكرانيا اضطرت إلى أن تركب دروع كنتاكت السوفيتي على دبابات أبرامس لتصبح قابلة للقتال هناك أسلحة أخرى لم تعود صالحة إطلاقا وخلت أوكرانيا عن استخدامها مثل ذخائر الاشتباك المشترك وأيضا هذه أكس كاليبر وهي مدفعية دقيقة مدققة بالجي بي اس أيضا سلاح آخر فقد 90% من دقة رمايته وهي سواريخ هايمرس روسيا تشوش على كل إشارة الجي بي اس بواسطة أنظمة التشويش الإلكتروني لديها وخاصة النظام كرسوخة أربعة وكل ما يستخدم الجي بي اس لتدقيق الرماية أصبح فاقدا لفعاليته حتى أن جنرال أمريكي كبير أكد أن روسيا لا تزال الأقوى في العالم فيما يتعلق بالتشويش الإلكتروني